يا هلا ومرحبا فيكم جايب لكم اليوم قصة سوت رعب وخلت احياء الدار البيضاء يعني ما ينامون من شدة الخوف كل واحد خايف انه اهو الضحية الثاني هذي القصة حدثت في زمن التسعينات يعني بدأت عام 1990 قبل ما ابتدي بالقصة عذروني على صوتي لانه شوي مبحوح بسبب تغير الجو وان شاء الله اوعدكم في الايام الجاية يتعدل الصوت ونتكلم بشكل افضل من بدأت عام 1990 وهالمشاكل تزداد خصوصا في الليل يبدأ الهجوم على اشخاص معينة ويبتدون يقتنون او يسرقون ممتلكاتهم كل اللي في جيبهم سواء فلوس او اغراض او حتى سلاح لدرجة ان الشرطة في هذا العام كانت تبحث والدور توقعت حينها انهم اكيد هذولة خلية اجرامية مكونة من عدة اشخاص ينتشرون في انحاء الدار البيضاء لكن بعد فترة معينة يشوفون ان الضحية اللي يجون يشتكون كلهم يعطون اوصاف وحدة ان واحد فقط هو اللي ضربهم او هو اللي تهجم عليهم كانوا دائما الضربة تكون في الراس او مثلا في الجسم في الكتف في الصدر في البطن فتكون ضربات يعني خفيفة صحيح بعضها تكون مؤلمة لكن دائما هذه الاشخاص ما توصل ان يسيل الدماء وغيرها يجي يشتكي للشرطة ان اغراضة انسرقت ظلت الشرطة تبحث لكن مو بكثافة كثيرة الى ان حصل عام 1992 كان احد البوليس واقف قدام مركز الشرطة الا يجي واحد في اخر الليل مو مبين من وجهه اي حاجة على طول يقوم ويضرب بالحصاة او الحجر هذا الطوب على راسه طاح ذاك مغم عليه على طول اخذ الفردة او المسدس من جيبة وهرب طلعوا على طول بعدها البوليس تم سمعوا صرخت هذا الرجل طايح على طول قاموا واسعفوا الحمد لله ان الرجل صحيح يعني كان فيه نزيف بفعل هذا الحجر اللي طاح عليه لكن الحمد لله انه نجا من الموت سئله عن اوصاف هذا الرجل ما قدر يدلي عن اي معلومة بالاخص ان هذا الرجل اللي يجي غدرا ويضرب هذي الاشخاص يكون دائما من الخلف حتى انه ياخذ اغراضهم ويهرب بسرعة كان سريع وكان يعني ما يترك وراه اثر ولا دليل ولا حتى بصمات كان يعني عارف شنو راح يسوي بالملي فهنا قامت الشرطة بعد ما صار اعتداء على الحارس حقها قعدت تدور وتبحث خصوصا انهم ما يبون الجريمة تكبر وفي خلال هالفترة قاموا الناس يتزايدون على مخفر الشرطة خصوصا في حي اسمه حي البرنوسي وحي كذلك القدس في الدار البيضاء الدار البيضاء كانت منطقة هادئة يعني تعج بالناس الطيبين وما فيها اي مشاكل ولا فيها اي حروب لكن اللي صار كل ليلة متواحد او كل ليلة ينضرب وما يعرفون مين هدا اللي قام ضربه خصوصا انه حتى الشهود المارين في الشارع ما يشوفونه لانه شديد السرعة وما يبين عليه اي اثر حتى شكله شعره لون وجهه لون بشرته ابدا كله مخفي يلبس ملابس من راسه حتى اخمص قدمه كلها باللون الاحمر او الوردي القاتم ما يبين منه حاجة حتى انه على راسه كبوس وكذلك ملثم وممبين في هذا كله اللي عيونه فعرفت الشرطة هنا ان هذا المجرم اللي يسوي هذا الشكل ما يسويه الا في الليل فبعض الناس قاموا يلقبونا بالنينجا نسبة الى مرتكب الحوادث والجرائم النينجا في اليابان وكذلك بعضهم لقبوه بخفاش الليل كأنه ما يطلع الا في الليل يهاجم الناس او الزائر الليلي لانه في النهار ما يشوفونه ابدا وفي خلال هالفترة كانت الشرطة حاطة يدها على قلبها كلها خايفة انه تصير مشكلة او يصير بلبلة في الشارع المغربي خصوصا انهم ما قبضوا ولا عثروا على خيط يوديهم الى هذا المجرم اللي روع المدينة بحد ذاتها طبعا انا راح اقول لكم الجرائم البسيطة اللي قدمها ما يوسعني الحال اني اتوسع في الحديث عن كل الجرائم اللي قام فيها لانها لا تعد ولا تحصى تخيلوا من عام 1990 حتى عام 1995 يعني سنوات مسهلة كل ليلة يطلع ويقتل ويعتدي ويسوي جرائم بهدف السرقة وفي نفس السنة هذه عام 1991 كان ماشي في الشارع كلم واحد كان موجود في الحارة نفسها سأل عن مكان معين هذا الرجل ما كان يعرف وين المكان قال له انت من اهالي الدار البيضاء لان كل الاحياء غريبة انت جاي تسألني عن الحي هذا اللي ما انت تعرفه على طول هذاك الرجل قام واطلق عليه المسدس رصاصة على كتفه تفاجأ هذا الرجل مفاجأة غريبة كون انه ما تكلم ولا غلط عليه ولا سوى لأي شي على طول هذا طاح وقام هذا النينجا يفتش فيه ملابسه فلوس اغراض مقتنيات باقها وطار وهرب جوا الناس واسعفوه الحمد لله وودوه بعدها للشرطة بعد ما شالوا الرصاصة من كتفه وخيطوا الجرح حقه سألوه الشرطة شلون تشوف هذا الرجل قال ابدا مو مبين فيه حاجة سألني عن حي معين استغربت منه وقعدت كلمة انه فجأة تنطلق عليه رصاصة الشرطة اخذت الرصاصة هذه وعرفت ان هذه الرصاصة مصدرها من المسدس حجمها يعود الى مسدس معين هذا المسدس وهو نفسه مسدس اللي كان مع الشرطي اللي انضرب في ليلتها وانباق منه في ذاقي اليوم فعرفوا انه ما فيه لمجرم واحد كون انه اخذ المسدس وهو اللي اطلق على هذا الرجل قامت الشرطة هنا تحتاس وايضا ترتبك والناس كلها قاموا يخافون والدنيا صابها الهلع وما هم عارفين يطلعون من بيوتهم يقومون بالاعمال ولا لا من يأذن حق صلاة المغرب الكل يهرب الى بيتها ما يطلع خايفين من النينجا او زائر الليل يزورهم وخايفين من هذا الضحية الثانية قاعدين يتربصون بوجس وبخيفة وفي نفس العام ايضا كان في واحد يعني حارس هذا الحارس يحرس سيارات ففجأة جت لها ضربة بالحصاء على راسه بعدها التفت الا شاف الدنيا تدور عليه وفعلا طاح هذا الحارس مسكين على الارض سحب هذا النينجا واخذ مقتنياته وفلوسه وفي هذا الوقت طلع صديقة المناوب للحراسة لما سمع الصراخة على طول اخذ النينجا العصاء اللي كان مسكينها الحارس وضرب فيها هذا الرجل المناوب وبعدها ايضا باقي مقتنياته في بعضهم من اللي هاجمهم النينجا يموتون وبعضهم الحمد لله ان يلحقونهم ناس ويسعفونهم الشرطة هنا كانوا عناصرها كثيرة وكانوا يبحثون من كل حدب وصوب وكلهم يكثفون الحراسة ويكثفون البحث خصوصا في الليل لان المواصفات والمعطيات اللي يعطونهم الضحايا كلها تحدث اثناء الليل وفي هذا الوقت ابدا ما شافوا اي خيط لهذا المجرم كون ان ايضا في مجرمين ولهم سوابق وكانوا مسجونين من قبل كانوا ايضا يسرقون اخذوهم الشرطة وحققوا معاهم وودوهم حق الضحايا يشوفوهم الضحايا قالوا لا مو ذولة اللي هاجمونا كون ان اطوالهم مختلفة عن طول هذا الرجل كان طولة متوسط له طويل وله قصير لكن اي شي مواصفات تانية ما كانوا يعرفوا عنه شي غير ان الشرطة لاحظت ان كذا واحد من الضحايا بعد تكثيف وتركيز في المعلومات ان ادلوا ان هذا الرجل النينجا كان في حوالي وجهه حبوب تظهر يعني زي الحفر في وجهه فكانت الشرطة تستدل ايضا على هذا لكن دون فايدة صارت الشرطة تهجس ما هي عارفة شنو تسوي تشوف الجرائم تتلاحق وحدة ورد ثانية وفي خلال هذا الوقت وبينما الشرطة قاعدة تمسك المساجين السابقين وتبدأ معاهم التحقيقات تشوف هل اهم اللي قايمين بهذه الفعلة ولا لا كان فيه شرطي واقف بعد صلاة الفجر قبل ما يطلع الضوء تقريبا على الشارع العام بيروح يستنى الباص حقه يودي للدوام اللي هو مركز الشرطة فجأة هجم عليه هذا النينجا واطلق عليه رصاصتين في كتفه طاح هذاك الشرطي على طول على الارض وبعدها لما عرف ان مات اخذ المسدس صوبة على جبهته واطلق عليه الرصاصة مع انه هذا النينجا عارف انه هذا مقتول مقتول لكن شوفوا قد ايش فضاحت وبشاعة الجرم وانه يسوي كل هذا بوحشية بسبب شي واحد الاقتناء على جميع ممتلكات الاشخاص هذولا وكأنه يبين لنا ان احنا في غابة وهذا كأنه الاسد او النمر اللي يروح ويصيد لغزال وبعدها يقوم ويفتتها وياكلها بدون اي رحمة ما كأنه الدنيا فيها قانون ولا كأنه فيه شيء اسمه يعني حدود للبشر او للانسان وايضا لو عنده هذا الشخص وازع ديني ما كان اقدم على هذا الفعل بعد ما توالت الاحداث ركزت الشرطة هنا على الجرائم اللي يقوم فيها هذا النينجا شافوا ان اغلب الجرائم صحيح كانت في الليل لكنها كانت تركز على الحراس وعلى الشرطة يروح لهم في مراكزهم ويقتلهم وكان هدفه الرئيسي انه يبوغ سلاحهم يعني شيء غريب ما صار ولا بيصير الواحد اللي بيبوغ بيبوغ يعني جمل مثل ما يقولون بيروح حق ناس اغنية بيدخل عليهم قصرهم بيبوغ مقتنياتهم لكن هذا لا يروح على حراس الامن وهو عارف انهم عندهم سلاح وعندهم عدتهم ويقوم ويتعدى عليهم ويقتلهم او انه يعني يصيبهم في كتفهم او في بطنهم على اساس يبوغهم وفي هذا الوقت وبينما الشرطة حست انه هذا النينجا يركز كذلك على البوليس وهم الفئة حقته في جرايمه الا انه حدثت في هذا الوقت جريمة كان حزتها طالعين اثنين قاعدين يقومون بعملهم ماسكين شاحنة طالعين من باركنك حق احدى الشركات الا فجأة يطلع لهم هذا النينجا وهددهم ان لو ما عطيتوني كل اللي تملكونه في جيبكم كل اللي في السيارة من فلوس او ساعات او مجوهرات او حتى جوالات راح الحين ادفنكم بهذا المسدس يعني بيصوبها عليهم لا محالة وهم سمعين عن قصص النينجا وغيره خافوا وقالوا كل اللي تبيه اخذه وعطوه فعلا لكن ما قدر انه ياخذ ويروح لا قاموا اطلق عليهم الرصاص وهرب وفي هذه الاثناء ايضا قاموا الشرطة يعرفون عن اعمال الشنيعة هذا النينجا اللي ما توقف كل بين حين وحين مسوي له جرم بدون اي رادع وبدون حتى خوف ان احد يعني يتعرف عليه او يسوي له شيء وفي هذه الاثناء ايضا كان في واحد صديقة موقفين في الشارع في نص الليل بسبب انهم بيروحون من الدار البيضاء الى مدينة ثانية وهذه السيارة للأسف تعطل الكفر حقها وقفوا يبوني صلحونها الا جاهم هذا النينجا وقال لهم تابوني اساعدكم قالوا لا تفضل وبينما هو قاعد يساعدهم يدف هذه السيارة الا فجأة صوب هذا الفرد او المسدس باتجاههم وقال ولا حركة طلعوا كل اللي تملكونه على طول اهم خافوا وطلعوا كل اللي عندهم وقالوا لا احنا حسبالنا انك انت يعني انسان زين وانسان طيب وقعد تساعدنا على طول بدون اي رحمة قام واطلق عليهم المسدس واخذ اغراضهم وهرب بعد ما اتعدى هذا الرجل نينجا على هذول الشخصين واصابهم فجأة سبحان الله الدار البيضاء كلها هدأت وما فيها اي مشاكل ارتاحوا الناس فترة معينة حتى حصلت الحادثة الكبرى هذا الكلام صار عام 1995 لما كان عجوز يعني كبير في السن رايح الى المسجد بيصلي في صلاة الفجر بينما هو رايح المسكين طبعا تعرفون العجوز دائما يحسب ان الناس كلهم مثل زمن اول طيبين الواحد للثاني اذا احد شافه بيمسك يده وبيوديه بدخله وبساعده فاهو شاف قباله النينجا فعلى طول مديده بيسلم على النينجا الا قام هذا النينجا وبكل قوته رفسه برجله على كتفه طاح مسكين هذا الرجل على الارض وبعدها اصابته عاها مستديمة طبعا بتقولون وين الناس كانوا موجودين الناس طاروا وراه لكن للأسف ما قدروا انهم يصيدونه ومثل ما قلنا اهم تخفي مباينة الا عيونه فقط وعشان كذا الشرطة هنا قالوا لازم ان احنا نشوف وناخذ حذرنا ونحاول ان احنا نعرف مين هذا اللي يسوي هالمشاكل هذي ويقتحم على الناس ويعتدي عليهم اكيد هذا عايش في بيئة فقيرة والدليل انه يقوم ويضرب في الناس وياخذ فلوسهم وفي هذه الاثناء حصل شيء لم يكن في الخاطر ولم يكن في الحسبان كان فيه ضابط شرطي موجود في نص الليل يم الباركنغ حقه فجأة تهجم عليه هذا النينجا بحصاء على راسه وبعدها هرب قاموا هنا الناس يطيرون وراه نفس الشيء ما قدروا يلحقونه شافوا وقف تكسي وهرب الحين جاءوا الشرطة واخذوا هذا الضابط وبعدها قاموا هنا الشرطة يجيبون ويستعينون بناس متمرسين في الكشف الجنائي وكذلك متمرسين في التعامل مع المجرمين وفعلا جاء واحد من المتمرسين وقعد مع ناصر الشرطة وهو من منطقة تانية وقال لهم شوفوا وهو مواصفات وحدة حق هذا الرجل لبسه لبس واحد وكذلك الطول طول واحد وايضا طريقة التعدي تكون بطريقتين يا بمسدس يا بحجر ومعناها ان في الاوينة الاخيرة قام بس يضرب بحجر معناها ان المسدس هذاك افرغت الرصاصات او خلصت منه فما هو عارف شلون يجيب الرصاصات ويعبي المسدس فاكيد ان هذا الشخص اللي يقدر ويصوب المسدس وهو عارف وين راح يطلقه وكذلك سرعته في القفز حتى الشهود اللي كانوا يركضون وراه يقولون ان السرعة عنده في القفز وكذلك رياضته ولياقته جدا عالية غير انه متمرس حتى في القفز والضرب وكذلك في التخفي وايضا ما عنده ولا دليل يخليه من بعده حتى لدرجة ان الشرطة راحت للبس حقه اللبس كان نفس اللبس اللي يلبسونه في الجيش العساكر نفس اللي موجود على الرجول كأنه في احزمة او اربطة في الساق والتخفي هذا الكامل من الرأس حتى اخمص القدمين وغير هذا الشي مسكة للسلاح جدا متمرس وما يعطي نفسه فرصة اصلا يتحدث او يتكلم مع اين كان ولا عنده رحمة ولا شفقة مع الناس فهنا قال هذا الضابط اللي عنده ذكاء وسرعة البديهة انه اكيد بما انه هذا الرجل يسوي كل هذا ومرعب الناس وما حد يقدر يصيده وعارف شنو يلبس حتى قفازاته عارف شلون اقمشته وعارف شلون لبس حقه فقال اكيد ان هذا النينجا كان مدرب في الجيش وكان يعني يشتغل في العسكر فعشان كذا روحوا بحثوا في الملفات كلها نبشوا عسكري عسكري اللي له سوابق اللي انطرد اللي سرق او اللي سوا يعني سلوكيات مو زينة وصار له عقاب وفعلا قاموا يفحصوا تخيلوا الملفات ملف ملف حتى شافوا عدة اشخاص يا انهم مطرودين او انهم اخذوا جزاؤهم عقاب او عقابين فبالتالي احصى والعدد تقريبا يجون عشرة قاموا يتوصلون حق واحد 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 الى ان وصلوا حق شخص هذا الشخص دارت عليه الشكوك كون ان الجريمة حقتها لما كان اوهو في الجيش اطلق بالمسدس حقه عدة رصاصات على احد زملائه وزين ان هذا الشخص نجب عجوبة بعدها على طول انسجن كم من شهر هذا العسكري وبعدها طرد من العمل بسبب سوء سلوكه بعدها هنا لما عرفوا ان انسجن قاموا يبحثون في ملفاته شافوا انه كذلك مرة انسجن بسبب داعي السرقة فهنا صار مربط الفرس معناها ان السرقة هنا مرتبطة بهذا الرجل اللي يشتغل في الجيش معناها اكيد ان هذا الرجل له صلة بالنينجا وكذلك كان مستمر في السجن ثلاث سنوات والحين وهو بر السجن فاكيد هنا الشرطة راحت تبحث وتدور عنه اسم هذا الرجل اللي هم اكتشفوه عبدالله قاسمي لكن الى الان مو متأكدين هل هو فعلا النينجا وزائر الليل واللي يتعدى على الناس ويقتلهم وكذلك مفارقة معاه انه ينضربون صغير كبير عجوز طفل اي احد كان في قباله بيتهجم عليه عشان ياخذ فلوسه لما راحوا هنا استدلوا على عنوانه دخلوا عليه بوسط كمين في وسط بيته كان بيته جدا 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 قديم وحتى كان موجود من الطين كان هذا النينجا او عبدالله قاسمي يلبس ملابسه يعني كان مستعد للخروج اما قامت تلطم لما شافت الشرطة قالت لا مستحيل انتو جايين حق ولدي عبدالله قاسمي هذا ما يمشي ولا يطلع من البيت إلا لما يبوس يدي هذا جدا حنون علي وبار فيني ولا يمكن ولا بأي حال من الأحوال اسألوا الجيران اذا ما تصدقوني اني يأذي نملة وفعلا الشرطة هنا طوال ما هم مسكين هذا الرجل يبوني يفتشون البيت والناس والجيران يقولوا لهم غلطانين هذا من نينجا هذا انسان جدا في حالة طيب ومن الناس الأخيار ولا عنده اي مشاكل مع احد الشرطة هنا قالت لهم خلونا نفتش البيت الحين بالهداوة عشان نشوف شنو داخل البيت وبينما الشرطة يدورون في البيت إلا شافوا قراءة ودلائل تثبت ان هذا عبدالله قاسمي لها الصلة في الجرائم اللي صارت اولا الشهود اللي كانوا يجون وكذلك الضحايا اللي شافوا النينجا كانوا دائما يدلون بملابس معينة يلبسها شافوا نفس هالملابس اللي يلبسها النينجا وشافوا بعد نفس اللي ثام وايضا شافوا نفس العصال اللي كان يضرب فيها بعض الأحيان الأشخاص ويعتدي عليهم وغير هذا كله يكفي ان الخيط اللي وصلهم حق النينجا ما وصلهم الا عن طريق استفسار وبحث وتفحيص وتمحيص في الملفات ما راحوا لكذا عن عبث راحوا لباسم اهو لان عليه سوابق ومقترن بالسرقة ونفس النينجا كذلك اهو كان يسرق الحين مسكوا النينجا الشرطة وودوه الى المخفر وهناك على عكس ما كان يتعامل مع المجرم اعطوه قهوة واشعلوا السيقارة وقالوا لا وانت مرتاح تكلم وقول اللي تبي قال لا انا جوعان وكذا هناك المصورين والصحافة كلهم قاعدين يصورون الحدث اللي كان يصير فجابوا للأكل واكل وعاملوه الشرطة معاملة جدا حسنة لدرجة ان هذا عبدالله قاسمي انحرج منهم وقال لهم تابون باختصار انا فعلا النينجا اللي لقبوني الليل والبعض الاخر الى قبني بالخفاش او خفاش الظلام انا فعلا كنت اروح وتصيد الحراس خصوصا العسكريين والضباط لانهم اهم السبب في دماري قالوا للحين من البداية نبيك تتكلم عن قصتك من الطفولة ليش صرت نينجا ليش قمت بهذه الافعال كون اهلك وكذلك عشيرتك وجيرانك ما يعرفون والكل يدلي عنك انه عندك سلوك حسن ما حد مصدق باللي تسوي قال لهم عبدالله قاسمي انه انولد عام 1961 عند عائلة جدا جدا فقيرة وفي هذا وفي هذا الوقت كان ابوه يحاول انه يعني يتخلص منه عشان ما يعول كفاية اللي عنده من العيال فعلى طول اخذه بالاجبار والداحق عمه هناك عمه في الدار البيضاء اخذه وسكن معاهم قامت مرت عمه اتعاملة معاملة جدا قاسية لدرجة انه يصحى بطرق وينام بطرق كان يشوف التعنيف منها بشكل غير طبيعي لدرجة انه يقول احب انام في الشارع عشان ما اجي البيت وتشوفني لانها راح تذبحني بس بدون سبب كانت على طول تلطمة وتضرب وتصارخ عليه وهو كان توه صغير يعني ثمان تسع سنوات طبعا وهو من منطقة اسمها حد اولاد فرج بعدها هنا قام ابو واخذ مغصوب ومجبور لان العم هنا قال خلاص زوجتي مات بولدك وباي حل من الاحوال خذه الاب هنا قال اشوف تصير مجرم تصير قاتل تصير مخدرات خرج سجود ما لي دخل جيب فلوس بس دخل لي فلوس نزين الحين ولدك في سن صغيرة انا ما لي دخل اول شي سوا هذا الاب ان طلع ولده من سلك التعليم وخلى حافي من التف يدور في الشوارع يبيع البسطات وكذلك ما يعجب الحال ان يجي ولده اخر الليل جوعان عطشان يبي اكل يقوم يطق ويعنف الاب ويقول روح جيب لنا فلوس لدرجة ان تخيل طفل ما بلغ حتى عمر 12 سنة بيدور وبيحوم حوالي الشوارع والحارة من بوظفة والناس هناك البطالة جدا عالية فكان يروح عند اصحاب السوء يعلمون السرقة وتعلمها بعمر صغير جدا فلذلك كان جدا تعبان وكان يترجم هذا العنف كله في طفولته ما عاش طفوله عبدالله كان يشوف كل القساوة من اي احد يتعامل ويا المجتمع البيئة اللي هو عايش فيها كذلك من اهله ومن ابوه ومن عمام وغيرهم كانوا زملاء واصدقاء النينجا لما كان صغير يتكلمون انه كان دائما يختلق الحكايات والقصص ويقول لهم اشياء غريبة عن الواقع لا تمتل الحياة اللي هو عايش فيها بصلا يعني كان يترجم العنف اهله وعائلته على انه بعدين راح يكون بطل وراح يكون ينقذ نفسه وينقذ اللي حبهم من الناس اللي حوالي اين كان حتى لدرجة انه كان يحلم يكون البطل اللي يخترق ويقتل ويذبح الناس وانه يرتكب في يوم من الايام جريمة على حد تعبيره على اساس انه يكون هو الناجح وهو البطل وانه اهله الى الدار البيضاء انتقل عبدالله في السلك العسكري او الجيش وفعلا قام هناك يتدرب وفرح اهله انه اخيرا مستقبل ولدهم راح يكون منضبط وراح يعني تتعدل حياتهم او تزين لكن ما اننظم الا سواله مصيبة ثانية قام ومثل ما قلنا اطلق رصاص على احد العساكر اللي ويا ومن هنا لا ديرته وبعدها ما شاف عنده لا شغلة ولا عملة كون انه ما في اهناك اي شغل يقوم يشتغل فيه خصوصا انه ما عنده حتى شهادة الابتدائي فهنا قام عبدالله يدمن الكحول والمخدرات وحنا نعرف الكحول والمخدرات ما يبغى لها فلوس فقام على هذا المنوال يسرق ويشتري لها الممنوعات الى ان تزوج من واحدة اهلا زوجوا اياها عشان يعقل لكن للاسف ما عقل تزوج عام 1986 زوجتا كانت حامل في هذي السنة اللي نمسك ونقبض عليه بتهمة السرقة هاجم على ناس معينة وبعدها على طول انسجن ونحكم عليه ثلاث سنوات سجن بعدها هنا هذا عبدالله لما طلع من السجن قام وطلق زوجتا وبعدها قام وتزوج وحدة ثانية وكذلك بدأت المشاكل معاها شافته ما عنده حل هذا كله ينسجن وما عنده اي مسئولية ولا عنده اي مصرف على البيت رجع عبدالله بعدها لما طلق الثانية الى اهله كان عبدالله على خلاف كل هذه الاحداث اللي تصير يحب امه ويحب اخوانه وخواته لانه يشوف الحاجة في وجههم وكأنه يبي يساعدهم باي وسيلة كانت حتى لو انه ينقض على فريسة وينتفها تنتيف عشان بس يأكل امه ويأكل اخوانه لدرجة انه امه كانت تشوف في هذي الوقت انه يجيب ولدها عبدالله فلوس كثيرة بعض الاحيان فتسألة تقول يا عبدالله من وين لك هالفلوس انت ما تشتغل فكان يقول لها عبدالله عن طريق بيع السلع في السوق السوداء فهنا الام كانت مرتاحة منه لدرجة انه حتى الناس اذا طلع من البيت يشرب قهوة كان في حاله ما كان ابدا يعني يتعدى على احد في النهار ولا كان يضرب احد ولا كان يسوي اي حاجة وكان يطلع بشخصيتها وهو عبدالله لكن من يجي الليل خصوصا اخر الليل وقبل ما يطلع يقوم يمر على اخوانه ويمر على امه يغطيها وكذلك يطفي النور على اخوانه عشان يرتاحون ويطلع بهداوة من البيت عشان ما حد يحس فيه ويتحول هنا من عبدالله الى نينجا المجرم ولما سألوه الشرطة ليش انت تسوي كذا وتسرق الناس تقدر انك يعني تمتهن اي مهنة حالك حال الناس الثانين قال لهم انا ما قدر اشوف الحرمان في وجه امي اموت انقتل اذا شفت هذا الشيء في وجهها فعلى طول اركض وروح اخذ لي اي فريسة حتى لو انه يموت وينذبح عشان امي ما تكون حزينة وايضا قالوا هناك الحارة والجيران انه كان يشوفون يبيع يعني بسطة ساعة خضرة ساعة مسابح ساعة تحف وخردة وغيرها وما كان عنده اي مشاكل حتى لدرجة انه اذا جلسوا يتكلمون وياه يشوفون هادئ بطباعة وعشان كذا الناس مستغربين انه هذا يجي منه كل هالمصايب حتى انه الشرطة هنا قالوا طيب الحين قص لنا قصة الاجرام اللي سويتها مع الناس قال شوفوا سويت اجرام كثيرة لدرجة اني مقادر اتذكرها من كثرها فاللي اذكرها انه في ضابط عندكم حارس في المخفر قمت اخذت حصاء على راسه وبقت الفرد حقه او المسدس على طول اخذت الفرد حقه ورحت البيت اول ما رحت البيت فرغت الرصاصات وانا جدا خايف انه احد يعرف اني انا اللي اخذت الفرد مع اني كنت لابس ما لابس النينجا حتى لدرجة انه كان في هذا المسدس شارجور واخذته ورميته في البالوعة مالة دورة المياه تكرمون وعلى طول هنا قمت وطرت مع عائلتي الى منطقة تازة عشان ما حدي حس فيني ظلت هناك يوم يومين وارتاحت المدينة فعلا من مشاكلي بعدها رجعت وتجهزت حق شغلي هذا اللي اقوم فيه عشان اسعد عائلتي امي واخواني وفعلا قمت اروح بالمسدس وقتل وذبح الناس الى ان حصل في يوم من الايام اني افرغت كامل الرصاصات لما صارت حادثة الرجلين اللي اتعطلت عليهم سيارة المرسيدس فشفت ما في حل الا اني يعني اقوم وتهجم مثل اول بالحصة مع انه ساعدتني كثير عملية اطلق الرصاصات لانه من بعيد لكن برضو استمرت على هذا الوضع وقمت اروح هاجم الناس دائما من الخلف عشان ما يشوفوني وكنت ايضا احط كحلة في عيوني كحل جدا كثيف عشان حتى اللي يشوفني ما يعرف شكل عيني يرتاب او يشك انها وسيعة طويلة سودة عسلية كل هذا لاني عارف ومتمرس وهذه خبرتي اللي اخذتها من العسكرية قالوا للشرطة طيب ليش وش معنى انك دائما ما تهاجم الا سلك الامن اللي هم الشرطة والضباط وغيرها يعني عندك الناس عندك المواطنين قال لهم انا بعماد اقوم اقاتلهم لانهم اهم اللي فصلوني وطردوني من الجيش كنت بامتهن مهنة وكنت بمشي دربي سيدة لكن من طردوني سودة الدنيا في راسي وكنت كل ما اشوفهم على طول اخذ اي شي واضربهم وابوق اللي عندهم ما اتلذذ الا على الشرطة وكذلك البوليس فعرفوا هنا الشرطة انه هو فعلا خفاش الظلام وهو فعلا اللي كان يقتل ويذبح الناس وبعض الاحيان يصيبهم بعاهات مستديمة مثل مسكين الرجل العجوز اللي قام وضربه على كتف طاح منها ظل مسكين قعيد على الفراش لكن هنا الشرطة قبل كل هذا قالت حق عبدالله احنا نبي يعني دليل مادي نبي نشوف شي عندنا يدل على انك فعلا انت اللي قمت وسويت كل هذا وين المسدس قال المسدس له قصة طويلة وانا قلت لكم ان لما خلصت الرصاصات اخر مرة في اصحاب المرسيدس رحت البيت ظليت يوم كامل اثكك المسدس قطعة قطعة جزء جزء نتفه نتفه لما اخذت الاجزاء كلها وقمت كل جزء اقطة في مكان بعيد عن الجزء الثاني يعني كان يسافر ويروح مناطق عشان يقط جزء صغير من هذا المسدس ما حد يقدر يتوصل له الى ان خلص كل اجزاء المسدس بعدها هدأت المدينة في ذاك الوقت وما كان فيه اعتداءات لكن الشرطة هنا قالوا لا طيب ما عندك اي جزء تعرفه في هذا المسدس موجود في مكان معين قال لهم الا شفتوا الشارجور حق المسدس مال الضابط اخذت اول ما مسكته عام 1991 وقطيت في البالوعة على طول هنا الشرطة اخذت المعدات واخذت الناس المتمكنين في عمليات الحفر وقامت تحفر البواليع والمواصير من دورات مياه بيت عبدالله قاسمي ليش عشان يبون دليل وقرين انه فعلا هو اللي قايم بهذا الشي ما يكفي الملابس ولا يكفي القرائن اللي عندهم يبون دليل حسي وفعلا لقوا هذا الشارجور في البالوعة واصبحت عندهم دليل كافي لان هذا الشارجور موجود عليه موديل المسدس وكذلك التاريخ وغيره يعني تخيلوا ان هذا الشارجور كان مرمي من عام 1991 حتى عام 1995 وموجود لا زال في البالوعة فبعدها على طول شافوا انه موجود دليل وشافوا ان القرائن كلها مطابقة وايضا بعض الضحايا عرفوه من طوله وبعضهم عرفوا من ملابسه وبعضهم عرفوا من اللي ثام حقه كل الضحايا يعني ايقنوا واعطوا صوت واحد فقط ان هذا هو نينجا عبدالله قاسمي الحين الشرطة شافت الادلة وحولت فعلا الى القضاء القضاء قال كلمته انه لازم يحال هذا عبدالله قاسمي الى الطب النفسي قبل ما يطلقون عليه الحكم وفعلا ان عرض هذا عبدالله الى الطب النفسي شافوا انه عنده فعلا اضطرابات وشافوا انه عبدالله يقوم بهذه الاعمال كلها وغيرها كلها تجي من المعاناة النفسية اللي كان يتعامل وياه ابوه وكذلك مرت عمه بالقساوة وبالتعنيف هذا اللي انتجوا لو انهم مستثمرين في شيزين واعطاء المبادئ والاخلاق الكريمة ما وصل لهذه المواصيل طبعا الناس والجيران والمعارف وكل الحارة اللي يعرفون صاروا مخدوعين فيه وصاروا في حال الثهول وطالبوا الشرطة يقومون بأقصى عقوبة له لانه ارعب منطقة كاملة الدار البيضاء كل مرة في مكان حتى ان الناس صاروا في ذيك الفترة يتذكرونها من شدة الخوف والهلع وايضا الطبيب النفسي طلع تقريره انه ما فيه اي شيء يعني يعيقه انه ما ينتحاكم لانه اللي فيه مجرد اضطرابات وغيرها يعني الجرائم اللي كان يقوم فيها واعي وعارف اهو شنو راح يسوي بتخطيط وعنعين وترصد وفي عام الف وتسعمية وستة وتسعين حكمت عليه المحكمة بالاعدام عبدالله ما كان سوى كل هذا الا بسبب الفقر الشديد اللي كان عايش فيه مع عائلته وما كان يقدر يسوي اي حاجة وكذلك ابوه اللي حرض من البداية انه يسلك سلوكيات غير منطقية سلوكيات بشعة بس عشان يجيب للفلوس فاهو من البداية عاطلنا ابوه التصريح الكامل انه يسوي في عباد الله او الخلق اللي يبي عشان بس ياخد مقتنياتهم ويرفه نفسه او يرفه عائلته لكن للاسف انه هذا ما طح فيه الا اهو عبد الله هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو